موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها موسيقى على أبواب شهر رمضان الكريم كيف تعد خطة إيمانية خلال الشهر الفضيل مع حلول شهر رمضان الفضيل يستقبل المسلمون هذا الشهر بنية خالصة لله عز وجل أن يوفقهم الله إلى صيامه وقيامه وصلة رحمه لكن مع ضغوط الحياة قد تتعدد الخطط حول هذا الأمر وقد يفشل الإنسان في بعض الخطط بحجة ضيق الوقت وأن الأمر يمر سريعا فما أهمية أن يكون للإنسان خطة إيمانية تخص شهر رمضان وكيف يستطيع أن يواصل هذه الخطة وأن تكون خطة عملية حقيقية متقاربة يصل بها إلى رضوان الله عز وجل وإلى تحقيق أهداف حول هذا المعنى في هذا اليوم يدور هذا الحديث ويشرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور أحمد المحمدي أستاذ الدعوة الإسلامية كما ننوه مشاهدين الكرام إلى أننا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر وكذلك عبر موقع الجزيرة مباشرة أهلا بك دكتور أحمد أهلا بكم ورمضان كريم وكل عام أحرق بخير نسأل الله أن تقبل منا جميعا يا رب آمين يا رب العامين فكرة الخطة يعني الدخول إلى شهر رمضان بخطة هل هذا الأمر ضروري؟ نعم يعني سؤالك أستاذ مجاهد يتضمن أمرين الأمر الأول خطة والأمر الثاني رمضان فأولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقول إن هذا الشهر الكريم الذي أتانا هو منحة ربانية خالصة إنما رزق الله هذا الشهر للناس كي يرتقوا إلى مراتب التمام والكمال فرمضان بين الشهور كالشمس بين النجوم والكواكب ومن أجمل ما قاله ابن الجوز رحمه الله يقول كلمات رائعة يقول أشبه الناس برمضان يوسف عليه السلام يوسف كان له أحد عشر أخا ورمضان له أحد عشر أخا يوسف عليه السلام اعتمد عليه إخوانه بعد ظلمة معيشتهم وظلمة حياتهم فاستقبلهم بقوله لا تثريب عليكم اليوم وكذلك رمضان يرحل الناس إليه وعليهم أوزار وذنوب فيستقبلهم رمضان بما أودع الله فيه من الخيرات والرحمات والبركات فيوسف أشبه الناس برمضان رمضان هكذا شهر المرحمة شهر البركة شهر المغفرة شهر العطق من النار نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه حديث مسلم فوغريرا ويقول كذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله أن لله في كل ليلة عتقاء من النار نسأل الله أن نكون من هؤلاء يا رب يا رب إذن الشهر شهر عظيم شهر فضيل مهمة التخطيط لأن الذي يخرج من رمضان أحد رجلي إما رجل أخذ شهادة مكتوب فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وإما رجل أخذ شهادة مكتوب فيها خاب وخسر إذن الجميع سأدخل رمضان لكن في النهاية المحصلة النهائية من الذي أخذ الشهادة بالمغفرة ومن الذي أخذ الشهادة بالخيبة والخسران صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال له جبريل يا محمد قل آمين قال آمين قال على ماذا من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله وهنا يأتي مسألة التخطيط علماء التربية والاقتصاد يقولون من لم يخطط للنجاح خطط للفشل وكذلك القرآن يعلمنا التخطيط لو ذكرنا آيات كثيرة يوسف عليه السلام طالما تحدثنا عنه لما قال له الملك أو قال الملك لجلسائه إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وإلى آخر الآيات قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله أعطى لهم خطة كاملة خطة لأربعة عشر سنة قادمة فالقرآن يعلمنا التخطيط سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما فتحوا بلاد الشام وأراد أن يقسمها على الناس جاء إليه معاد بن جبل وقال يا أمير المؤمنين إن الناس اليوم تأخذ الأراضي فتأول الأرض إلى رجل أو امرأة ولا يجد الناشئة من الخير شيء فاصنع أمرا يستفيد المسلمون منه اليوم وغدا سيدنا عمر جمع الناس وأخذ يقرأ القرآن فإن الله تكلم عن التخطيط ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم طيب هذا الموضوع خاص بكم؟ لا والذين تبوأوا الدار والإيمان طيب هذا الموضوع خاص بكم؟ لا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا إذن القرآن نفسه يعلمك التخطيط للمراحل القادمة نعم نتوقف الآن دكتور أحمد مع هذا التقرير حول أهمية أن يكون هناك خطة لرمضان خطة إيمانية ثم نعود لسكمال الحوار ما تضع لنفسك جدوى اليوم للعبادة في رمضان؟ أكيد طبعاً يعني لازم بعد يحط جدوى لنفسه عشان يحول يصبط الدنيا بين الشغل وبين العبادات لأنه ده شهر عظيم يعني والأجر فيه فيه بضعف بيكون فيه جدوى يعني فيه تنسيب الأولويات طبعاً العبادة يعني بعديها ما بيجي للزيارات ومن بعدها حسب جدوى للعمل كيراً مش بعرف أنا بقتلها عادي نعم مش مقتكة جدوى يعني هو أحنا منزل بيكون محضرينها من قبلية وبنزل نعملها بطول لابد أن المسلم يحرص على أن يبقى ليه جدوى في رمضان نعم يعني سعب سعيد بسرق سعب برد برد وحاجات كده ويشي حاجات تبقى أولويات برد وزيارات أهل رايب كده برد بطول نعم ندوم على صلاة الفجر حاضر بعدين عنا صلاة الترويح هادي يومياً بتزيد عنا الاتباطات الأسرية وصلة الرحم أكتر العلاقات الاجتماعية بتزيد أكتر في رمضان بعدين عنا بندوم كلنا بندوم على قراءة القرآن بشكل يومي على حسب شغلي طبعاً بنصكه في حيث طبعاً أن أنا لازم أصل الطريح كشيء أساسي في حياتي إضافة طبعاً لأن أنا لازم يتابعني المصحف في طريقي أو في فترات الرحلية في شغلي أو قبل شغلي يجب أن يوضع جدول لنفسه بحيث أنه يعني يكسب حسنات أكتر ويرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله إن شاء الله وأسأل الله إنه يتقبل منا الصيام والعبادات دكتور أحمد تعليقك على هذه الإجابات يعني ظهرت الوجهتان وجهة تقول فيها أختنا حفظها الله الأمر ما يحتاج يعني لي نعمل الخطة خلاص والأمور مشي عادي يعني وخطة ثانية أخ ذكر أنه لابد من أن أعمل خطة حتى أستطيع أننا أخرج إلى رمضان وهذا هو الذي نقول عنه ما هي الخطة يا أستاذ مجاهد الخطة هي سلوكك طريق الفشل عن طريق الورق وهو أنت هتسلك الفشل هتسلك الفشل لكن في رجل العاقل يتعلم من ضروب الحياة الفشل والنجاح فبيصيبه الألم وفيه أعقل منه هو من يتعلم ذلك عن طريق الورق فيكتب ويقيد ويؤيد غياب الخطة يعني ثلاثة أمور أول أمر غياب الأولويات إذا ما كان عندك خطة لا تعرف ما هي الأولويات يعني أحد الأخت أختنا حفظها الله تقول أننا يعني إن شاء الله في رمضان أزور الأرحام جيد لكن هل هذا هو الأولويات يعني في رمضان هل عندك جدول للأولويات فجاءت زيارة الأرحام في بداية الأولويات أم هو أمر اعتباطي عادي قابلي طبيعي إحنا بنعمله فأول شيء في غياب الخطة غياب الأولويات تاني شيء في غياب الخطة غياب التقييم الخطة تجعلك تقيم نفسك وتنطلق من السوء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن تالت أمر في غياب الخطة غياب التقويم يعني أنت لو ما عندك خطة وأخطأت لن تستطيع أنك أنت تفهم أنك أنت أخطأت أو ما أخطأت وبالتالي لن تستطيع أنك أنت تقوم نفسك لكن ربما يقول بعض يعني أن مثلا الصحابة يعني يدخلون إلى رمضان هل كانوا يضعون خطة لرمضان أو يتعاملوا مع رمضان كيوم يعني له الصلاة والترويح قالت القرآن فقط يا ليتنا نفعل كما كان يفعل أصحاب النبي الصلاة والسلف الصالح أصحاب النبي كانوا يعدون خطة لرمضان قبلها بستة أشهر ستة أشهر قبلها بستة أشهر ماذا سيفعلون في رمضان مالك رضي الله عنه وأرضاه كان إذا دخل رمضان ترك الكتب لا يعلم أحدا لا يدرس أحدا كان يقرأ القرآن كان عنده خطة أصحاب النبي كان عندهم خطة ولذلك استطاعوا أنهم يعبروا القفار واستطاعوا أنهم يصلوا إلى درجات عالية من الدرجات الإيمانية الذي يقول بأن الأمر لا يحتاج إلى خطة أحد رجلين إما لا يفهم قيمة رمضان وإنه مرتبط بزمن الزمن قال فيه الله أياما معدودات يعني أياما معدودات يعني بسرعة جدا هينتهي هذا الأمر وكان لجد رحمه الله كان حافظا لكتاب الله وكان يجمعنا كل يوم في أول رمضان على الفطور عندنا في القرية وكان أول ما نأكل يقول كلمة لن أنساه يقول يا أولادي بلغة المصرية البسيطة يا أولادي رمضان ينجرح والذي انجرح بيموت على طول فأول يوم رمضان أنا صغير كنت أقول لماذا يقول جدي هذا الكلام حين كبرت فهمت فهمت آه إنه أيام معدودات ده بسرعة جدا سينتهي ستنتهي هذه الأيام فإما أنه لا يعلم إن رمضان فترة بسيطة من الزمن وفيها خيارات كثيرة جدا جدا ينبغي أن تربح أكثر ما فيها وإما أنه لا يعلم أن قدراته الذاتية لن تحمله على الخير إذا انتهت كل المؤثرات الخارجية ولم يستطع أن يتقدم إحنا في رمضان المؤثرات الخارجية كلها متوقفة الشياطين مأفولة خلاص ما تقولش الشيطان وسويسلي كمان المجتمع اللي حواليك يحثك على الخير ما إنه صيمة فلن تستطيع أن ترى هذا ولا ترى هذا ولا تسمع على الأقل في المحيط الضيق لن تستطيع أن ترى فهذه النقطة دكتور أحمد هل يعني بأننا تحدث عن أن شياطين تسلسل هل هذه فرصة أن يعرف الإنسان نفسه على حقيقته طبعا يعني أنه نفسه هل تأمره بالمعصية هل تشحزه إلى الطاعة يعني يتعرف عليه حتى لا يعني لا نحمل الشياطين أكثر صحيح ابن الجوزي يقول من لم يتعارف على نفسه في رمضان فلن يتعارف عليها بعد ذلك أنا أقول من لم يفهم نفسه في رمضان ماذا سيفهم نفسه أنت الآن عندك هذا الشهر الفضيل ثلاثين يوم مدرسة تربوية إيمانية روحية عالية الحسنة فيها مضعفة يعني الحسنة فيها يا أخي مجاهد ليست بحسنة ولا بعشرة ولا بسبعمائة الله عز جل قال والصوم لي وأنا أجزي به يعني خبأ الله عز وجل أجر الصوم ولذلك بعض أهل العلم يقولون إن الحسنة في رمضان بتبدأ فيما بعد السبعمائة ليه لأن ربنا قال الصوم لي والله إذا خبأ أجرا لا يجعله كالمعلوم إحنا عندنا في غير رمضان الحسنة بعشرة إلى سبعمائة ضعف هذه معلومة طيب جاء الله وقال لي معنى ذلك أن الله سيقتص وسيجعل لك خيرا كثيرا أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يكون أو إن شاء الله يكون أكثر من سبعمائة ضعف فإذا لن تستطع أن تفهم نفسك في شهر رمضان يكفيك قول رسول الله خاب وخسر وفي رواية أبعده الله وفي رواية من حرم فيه الخير فقد حرم الخير كله طيب في هذا الأمر أيضا دكتور أحمد لو افترضنا أن الإنسان بدأ يراقب نفسه في رمضان فوجد نفسه شيء من ثلاث إما تحفزه إلى الطاعة وتأخذ به إلى الطاعة بشكل كبير أو تكسله على الطاعة أو لا قدر الله لا تحمله على الطاعة أساسا فماذا عليه أن يفعل في هذا الأمر؟ كونه وصل إلى رمضان يفرح ويهنأ ولا تيأسه من روح الله الأول الذي وجد نفسه حريصا على الطاعة فليحمد الله على ذلك وليثبت وليعلم أن القلوب تتغير اوعى إياك احضر أن تقول الحمد لله أنا تمام لا لا يؤمن على حي فتنة أبدا الآن بالذهب رحمه الله ذكر في سير أعلام النبلاء أنه في رجل كان اسمه أبو بصير هذا الرجل كان شاب صغير وكان يحفظ القرآن وكان يعلم أولاد المسلمين القرآن وكان عنده شاب صغيري في العشرين فقال لو أرادني الشيطان لأخطأ طريقي يعني يعني مش خيط منه شوف حد فين الله فبينما هو كذلك في منتصف العشرين إذ مرت به امرأة امرأة نصرانية فلما رأها وقعت في قلبه فتبعها حتى وصل إلى دار أهلها فقال أريد الزواجا من ابنتكم هذا الرجل العابد المصلي اللي حافظ القرآن كل جيء فخرجت المرأة إليه وقالت يا هذا كما وقعت في قلبك ولا والله لا أتزوجك حتى تكفر بدينك وتدخل في ديني لا إلهي لله قال فتنصر نحن نحن شوف لحد فين فتنصر ثم عاش معها زمانا طويلة فلما حانت ساعة وفاته قال له أولاده يا أبيتي انت كنت مسلم قال نعم وكنت أحفظ القرآن كله قال وهل تذكر شيئا من كتاب الله قال لا لا إلهي لله غير آية واحدة من كتاب الله ما نسيتها قال وما هذه الآية قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فانظر لا تظن أنك انت مأمون الجانب هذا أول الثاني الذي وجد فيه تنازع بين الخير وبين الشر هذا يعلم أنه إن شاء الله تعالى فيه خير وأنه يجب عليه أن يتقدم ويجب عليه أن يعلم أنه بهذا ينازع تلك النفس وبذلك يتقدم إلى الخير وعليه أن يعلم أن الله ما أوقفه في هذه الأيام وما اجتباه في هذه الأيام إلا لخير فيه وسيغلب الخير الشر ما استمر عليه طب رجل دخل ووجد نفسه تحرضه على المعاصي والذنوب والآفات وليس أنه عنده تعب ومشقة يعني كيف يصوم هذا الوقت أو يعني سأنام طول النهار وسيق الصور الليل يعني هناك بعض الأفراد يأتي لهم هذا الأمر هذا الرجل يعلم أنه على شفى جرف هار وعليه ساعتها أن يخرج من بيئته التي هو عليها إلى بيئة صالحة وأن يخرج من أصدقائه الذين معه إلى أصدقاء صالحي وأن يتوجه بكليته إلى الله عز وجل ويوشك الله أن يغير قلبه في أيام معدودة فالله عز وجل أرحم من أن يترك عبدا رحل إليه طيب دكتور من الممكن أن يأتي أحد الأشخاص ويضع خطة محكمة وقوية لكن مع مرور الوقت في شهر رمضان تتساقط منه هذه الخطة هل المشكلة في وضع الخطة أم في الاستمرار عليه؟ المشكلة أنه وضع خطة بعاطفة لا بعقل وذلك إحنا نقول لك لو إحنا في سباك يا أستاذ مجاهد الإنسان يخرج أقوى ما عنده في أول السباك ولا في آخر السباك في آخر السباك لا بعض الناس إذا أتى رمضان يفعل كل شيء يريد أن يفعل كل شيء يوقف الدنيا هون على نفسك هون على نفسك لا ابدأ بالصلوات ابدأ بالنوافل ابدأ بالأشياء المؤكدة ابدأ بصلوات الترويح وكل يوم زيد شيء واحد يعني الخطة ينبغي أن تكون خطة مبنية على ثلاثة أمور مبنية على العاطفة مبنية على العقل مبنية على فهم قدرتك الذاتية لا تبني خطة أكبر من قدرتك لأنك ستفشل لا تبني خطة أعظم من جهدك لأنك حتما ستزل لا ابدأ خطة متواضعة كيف أتعرف على قدراتي أو على جهدي لأن من الممكن أن أضع لنفسي أمر وأنا أستطيع أن آتي بأكثر منه نعم إذا دخلت رمضان كل واحد فينا يستطيع أنه يقول أنا قدرتي إيه يعني أنا مثلا أستاذ من جاهد ها تقدر تختم القرآن في كم مرة أقول الله أنا بشتغل في الجزيرة أو عندي مثلا دورات في الليل ما عندي الوقت الكافي أن أنا أختم مثلا ستين ختمة مثل ما كان يفعل عثمان بن عفان يبقى من فاش تحط من خطة بتاعتك ستين ختمة سيدنا عثمان كان بيختم ستين ختمة آه وهذا أثر صحيح هذا أثر صحيح ختم عثمان بن عفان القرآن كله في رمضان ستين ختمة ثلاثون في النهار وثلاثون في الليل وهقولك لي لما نروح إن شاء الله لمشاريع رمضان في حالة ما لمشاريع رمضان وهذه يكون هدية مننا إلى إخواننا جميع نسأل الله أن ربنا يرزقنا جميعا هذا الخير الكريم طيب طيب فهذه النقطة يعني يعني لأن الأمر قد يختلف عن الناس يعني القرآن بهذا الوقت كيف يستطيع سيدنا عثمان في نهار رمضان فقط يعني حوالي تسع ساعات ثمان ساعات أن يختم القرآن يعني يستغرب هذا الكلام كل من لم يحفظ كتاب الله ولا يستغرب هذا الكلام من يحفظ كتاب الله الذي يحفظ كتاب الله كتاب الله في صدره ولذلك قراءته ميسرة والبركة في قائمة ونعرف شبابا قرأوا بداية القرآن من صلاة الفجر فانتهوا منه قبيل المغرب أنا أعرفهم ومعنا معاصرين معنا لكن هذه القراءة قراءة سريعة دون توقف على الآيات أو تدبر فيها هي فيها تدبر لكنها قراءة حدر قد تقول طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يعني لا بد أن يختم القرآن في ثلاث وأقل من ذلك الإنسان لا يفقى الإمام الناوي يجاوب على هذه النقطة وقال إنما يكون ذلك في غير الأيام الفاضلة أما في الأيام الفاضلة لا اركض أركض إلى الله بكليتك أركض إلى الله بكليتك طيب معنا نذكركم مشاهدين أنه يمكنكم أتواصل معنا عبر الأقام التي تظهر أسفل الشاشة وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بندر من السعودية تفضل أستاذ بندر السلام عليكم فضيلة الشيخ وعلى مستضيفة من المشاهدين كل عام تنبو عليكم صلى الله عليه وسلم أنت بخير تفضل أستاذ بندر لو سوحت فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قام في أول يوم من رمضان والثاني يوم وبعدين ثالث يوم عندما رأى المصلين خلفه لم يقوم يعني حتى قال أخشى أن تفرض عليكم وبعدين بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى سيدنا أبو بكر جاء بعدين سيدنا عمر وأقر هذه السنة فهناك حديث بأنه من قام خلف الإمام حتى ينتهي كانت له قيام ليلة طيب يعني كيف يعني هذا الحديث جاء مع أن رسول الله أنكر يعني ورفض أنه يقوم في صلاة الليل في رمضان فكيف يعني نوازن بين رفض رسول الله قيام المسلمين وهذا الحديث نعم واضح سؤالي شيخ واضح سؤالي شيخ فرادة فلما جاء عمر جمعهم جميعا على صحابي واحد جمعهم على أنها سنة فالتراويح أو القيام أو التهجد كما يحلل البعض أن يسميه هي في الأخير سنة لم يقل أحد فرد طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من قام مع الإمام حتى انتهى من صلاته فله أجر قيام ليلة طيب إذا كنت سأأخر صلاة القيام مثلا أو سأصليها في مكان آخر أو أنا مثلا أجمع مع بعض الشباب في مكان ما ونصلي لعلة أو لسفر أو لشيء هل سوحرموا هذا الأجر بعض أهل العلم قالوا الانتهاء من صلاة الفرد الانتهاء من صلاة الفرد يعني من قام مع الإمام في صلاة العشاء حتى انتهى الإمام من صلاة العشاء وفرغ ثم بعد ذلك انصرف له أجر هذه الليل وبعضهم قالوا الانتهاء يكون من كامل العبادة مع الصلاة العشاء وصلاة الترويح ونحن نجمع بين الرأيين إذا كان الخروج لعلة لا تستطيع معها ان شاء الله الله أرحم من أن يضيع أجرك ان شاء الله تعالى خاصة والنبي السلام يقول من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة كتب الله له ما بين الصلاتين صلاة طيب دكتور رحمة ببقى أننا نتحدث عن القرآن وسيدنا عصمان نين الأمر هم ما الأولى في شهر رمضان الكم أم الكيف فيما يخص قراءة القرآن الكم والكيف كيف لماذا تحصرون دائما لبعض مشايخنا وعلمائنا يقولون الكيف يعني أهم من الكام طيب هو فعلا الكيف دائما أهم من الكام لكن لماذا نحشر دائما في المقارنة بين الاثنين لماذا لا نجمع هذا مع هذا أنا سأضر لك مثال الحرف في كتاب الله بكم حسنة بعشر حسنة أحسن تبارك الله هذا فين في رمضان ولا في غير رمضان في غير رمضان ممتاز بيصل في غير رمضان إلى كم حسنة إلى سبعمائة طيب القرآن في كم حرف ثلاثمائة واحد وعشرين الف وستمائة وثمانين حرف ماشاء الله طيب اضراب من أستاذ مجاهد في حد الأدنى في عشرة انت بتتكلم عن ثلاثة مليون ومتين واحد وتمانين الف وستة الف وثمانين حسنة ده فين ده في الحد الأدنى وفي غير رمضان طيب لو وصلناهم لسبعمائة يبقى انت بتتكلم عن خمسة ستة مليار حسنة ده فين ده في غير رمضان أي عاقل يترك هذا الخير الكثير بتتكلم عن ستة مليار يعني حسنات لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها وده أحد مشاريع رمضان إياك أن يمر عليك شهر رمضان تقول أن تختم القرآن على الأقل ختمة ولا اثنين ولا ثلاثة بل تستطيع بحسبة بسيطة أنك تختم القرآن ثلاث ختمات في رمضان بدون تعب بدون تعب كيف بدون تعب بدون تعب حول الحروض انت بتروح تصلي الصلاة كلها في المسجد أنا أريدك أن تذهب قبل ساعة الأذان جميل ما بين الأذان والإقامة هنا مثلا في الدوحة بنقعد عشرين دقيقة في بعض البلدان عندنا في مصر بعض عشر دقائق في بعض البلدان خمس تقيق هتستطيع أنك تقرأ حسب التوقيت قرابة نصف جزء بعد الصلاة اجلس مثلهم هتقرأ نصف جزء في خلال اليوم هتقرأ كم هتقرأ ثلاثة أجزاء وانت مرتاح جدا جدا مرتاح يعني من غير تعب لأنت بتروح أول الأذان وبتقعد لحد صلاة إيه صلاة وبتجلس بعد الصلاة قرابة عشر دقائق يبقى أنت خلصت كم ختمة خلصت ثلاث ختمة يعني لو قلنا الثلاثة في ستة بكام بطمنتاشر مليار حسنة والله يضعف لمن يشاء ده الحد الأد لذلك نجمع بين الكم والكيف العلماء لما تكلموا القرآن نزل للتدبر نعم لكن لا يعارض التدبر أنك أنت تقرأ وتزداد من القراءة أنت ممكن تعمله الآن لو أنت مثلا تريد أن تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرأتها مرة ثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرأتها مرة ثالثة لو أخصت تقرأ مرة وثنتين وثلاث وأربع وخمس بنية التدبر جمعت بين التدبر والكم جمعت بين لأنك في كل مرة هتأخذ الحسنات أخرى في كل مرة هتأخذ الحسنات أخرى إذن فلا أريد لإخواني ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل أن يجعلوا هذا هاجسا الكم ولا الكيف لا اجعل الهدف الكم والكيف أنا أريد لإثنين معا أنا في شهر ربما لنتكرر علي ربما لن يأتي علي ولديك ينبغي أن أسابق فيه طيب دكتور حدرك تحدثت أن الخطة أو الخطة الإيمانية التي ينبغي أن توضع أن يراعي فيها الإنسان قدراته وأن تكون يعني متعلقة بشهر رمضان بشكل كبير لو أردنا أن ندخل في التفاصيل ممتاز كما تعلق بالخطة الإيمانية ممتاز رمضان بيبدأ من ليلة واحد رمضان يعني إن شاء الله لو بكرة رمضان يبدأ من هذه الليل إن شاء الله يبدأ من هذه الليل من بعد المغرب يعني بعد مغرب اليوم إذا أردت خطة متوازنة وخطة صحيحة هاتل ورأة أو ألم الآن اجمع للأوقات التي تتفرغ الورأة أو ألم أي معاك الأوقات التي لن تستطيع أبدا أنك أنت تتفرغ فيها للعبادة كوقت الدوام أو وقت العمل اجمعها كلها على جن بعد ذلك الأوقات التي تستطيع أن تتفرغ فيها للعبادة والأوقات التي تتفرغ فيها لصلاة الأرحال جمعت هذه الأوراق يعني ثلاث أوقات ثلاث أوقات عندك أوقات اجتماعيات وعندك أوقات عمل لا تستطيع أنك أنت تبتعد عنها وعندك أوقات هي الفراغ بتاعك التي تستطيع أنك أنت تعبد الله عز وجل فيه جمعت هذه الأوراق الثلاثة ممتاز ابدأ معايا من الليل الليل عندك بعض الناس يعمل صباحا مبكرة أقول لك نام الليل من بالليل بس أبما تنام الليل صلي العشاء والتروح في المسجد لأنك ما تصلي العشاء وتستيقظ لصلاة الفجر جمع الله لك ما بين الصلاتين صلاة طيب أول ما تروح صلاة الفجر أنا عندي لك عرض والعرض في رمضان بيكتر كل المحلات وكل العملين عروض بس بعضها أو أغلبها عروض في صالح المنتج وليس في صالح المستهلك أما عروض رمضان هي في صالح كأد مش في صالح أبدا المنتج ولا في صالح المستهلك أول عرض إهراك أخ مجاهد تلاتين حجة وعمرة في رمضان بدون تأشيرة ولا تذكر طيران ولا سفر ولا تدفع من جيبة جنيه إهراك تلاتين حجة وعمرة طيب أذكر مع هذا الحديث الذي حسنه الألبان من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم ارتفعت قيد رمح يعني بعد الشروق بحوالي 15 ديئة ثم صلى ركعتين ضحى كتب الله له حجة وعمرة النبي قال تامة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه تلاتين حجة وعمرة في رمضان والوقت بسيط يعني نوقع حوالي ساعة ساعة في ساعة واحدة تستطيع أنك أنت تحجي تلاتين حجة وتعتمر تلاتين عمرة أو تأخذ أجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب نتوقف لفاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود لاستكمل هذا النقاش فتفضلوا بالبقاء معنا من أفواه الصائمين وأصوات المستغفرين في ليل القائمين المسبحين والراكعين والساجدين قرب أنات العابدين وتوبات المذنبين عند صلوات الخاشعين وصدقات المحسنين نحن دوما قريبون في رمضان على الجزيرة مباشر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونجدد الترحيب بضيفنا في الأستوديو الدكتور أحمد المحمدي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية دكتور كنا نتحدث عن فكرة الخطة الإيمانية وبدأنا بالذي لديه عمل في الصباح ينام بعد صلاة العشاء والترويح ثم يستيقظ صلاة الفجر هناك هدية من الفجر حتى الضحى في المسجد له أجر حجرة وعمرة تمة 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 لو قام 29 يوم لو قام 29 يوم يبقى في هذه الحالة حج وعتمر 29 29 حجة و 29 عمر طيب إحنا قلنا الشرط أن يجلس فيه مصلاة من الفجر لين ما تطلع الشمس وبعدها قيد الرمح يعني 15 دقيقة طيب تجلس تعمل إيه تذكر الله طيب أنا عايز أعدلك الموضوح خلي ذكر الله قرآن إحنا عندنا قلنا إن إحنا عايزين نربح قراءة القرآن وختم القرآن نعم في الوقت ده يا أستاذ مجاهد لو أنت بتقرأ القرآن قراءة بسيطة تستطيع إنك تختم جزئين ونصف بهدوء وهذه طريقة مجربة نعم معنى ذلك إنك ممكن تتختم القرآن بس في صلاة الفجر ثلاث مرات في الشهر ثلاث مرات في الشهر الفضيل وأخذت مع كل مرة حجة وعمرة هذا مشروع إيه اللي يمنعك يا أخي وإيه اللي يمنعك يا أختي من الآن إنك أنت تضعي في رأسك وأنت تضع في رأسك إن من اليوم أنا هنوي تلاتين حجة تلاتين عمرة هعملهم في رمضان تقربا إلى الله بدون مدفع شيء طيب في هذا الأمر بأننا نتحدث إلى أختي المرأة في رمضان يعني تتعرض المرأة في رمضان إلى ضغوط كثيرة متعلقة بالعزايم والولايم وهذا الأمر يأخذ من وقتها الكثير هي مأجورة هي مأجورة مأجورة أول حاجة اوعي أخذ بالك اوعي أني يضع منك أول حاجة إنه أنك أنت بتعمل الأكل ده عشان تفطر الصائمين يبقى خذت أجر كل الناس اللي بيفطروا معاك بدون ما عملت أي شيء خاص ده رقم واحد فيه هناك هناك عبادة اسمها عبادة الغير معطلة اللي عبادت إيه عبادت الذكر عبادت اللسان يعني إيه وإنت بتعمل حط الملح في المياه وبتحط الأكل وإذكري الله عز وجل طيب أنا مشغولة شغلي القرآن وتابعي القرآن معاه طيب أنا ممكن أنسى عودي لسانك على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بل أقولك أكثر من ذلك النبي محمد كان بيعلمنا الخطة حتى في الذكر النبي مر على جويرية بعد صلاة الفجر فإذا قال ستقول سبحان الله سبحان الله خرج النبي وجاء بعد على الظهر فوجدها في مكانها تذكر الله فقال يا جويرية لقد قلت ثلاثة أربع كلمات ثلاثة مرات هي خير مما قلت جميعا قالت ماذا؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يبقى الرسول يعلمك حتى لما تذكر أذكر بزكاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه من الذي يحصي خلق الله رضى نفسه زنة عرشه مدادة كلماته يبقى أنت وانت تعملين وتطبخين أول حاجة عندك النية تاني شيء عندك العبادة غير مكلفة اللي عبادة إيه؟ عبادة الذكر طيب أنت مشغولة أو هتنسي خلي أو عايزة نوعي في العبادة شغلي القرآن طيب عايزة نوع في العبادة شغلي محاضرة طيب عايزة نوع المهمة تستطيعين أن تجعل من مطبخك أنت المطبخ الدعوي عايزين نخليها المراضي مطبخ حلو شهي إن شاء الله ومع مطبخ شهي مطبخ إيه؟ مطبخ دعو طيب فيه سؤال مهم جدا أنتوا ليه دايما كده متحزبين للرجالة؟ يعني إيه الموضوعة؟ طيب هو أن الراجل راح في المسجد وصلى طيب المرأة تعمل إيه؟ ما أقدرش تصلي في المسجد طبعا لو تقدر تروح لا تمنعه إماء الله مساجد الله وليخرجنا وهن تفيلات طيب في النقطة ما أقدرش تروح يعني لو أنت صحيطي من النوم مع أزن الفجر وجلستي في بيتك أو في مكانك اللي بتصلي فيه وأخذتي تذكرين الله عز وجل حتى طلعت الشمس وعين صليت ركعتين الضحى كتب الله لك أجر حجة وعمرة تامة 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 وهذا الأمر أيضا متعلق بالترويح أنها تصلي بالترويح في البيت أيضا وهذا الأمر أيضا متعلق بالترويح ولكني أحب طالما الأمور فيها ساعة أن تخرج النساء وأن يشهدنا هذا الخجر طالما عندنا مثلا في مصر الحمد لله يعني لا يخلو مكان إلا وفيه مسجد ولا يخلو مسجد إلا وفيه مصلى للنساء أنا أريد أن أهيب أهيب بأخواتنا جميعا أن يذهبنا في هذه الأيام مباركة إلى المساجد وأن يشهدنا مع المصلى وأن يصلي صلاة الترويح صلى القيام هذا بيعمل نوع من أنواع الاستراحة النفسية للإنسان نعم طيب معنا تصال آخر أسز محمد من أنجولة تفضل أسز محمد للأسف فقدنا نتصال يعني نرجو معاود نتصال مرة أخرى أسز محمد طيب دكتور أحمد بما نتحدث عن المرأة لابد أن نتحدث أيضا عن الطفل الأطفال يعني دورهم في هذه الخطة الإيمانية كيف نشجحهم على موضوع الصيام وعلى الصلاة في المقابل بعض الناس عندما يذهبون إلى المسجد ويجدون أطفال صغار يعني يصرخوا في وجوههم عودوا إلى بيوتكم لا تفسدوا علينا صلاة طيب أبس ما دخل على الأطفال أنا ورضو عادي هديتين بسرعة عايزين إيه عايزين أنهم سريعا كده الهدية الأولى ما رأيك في حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن آه الآن كيف قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضانك حجة معي صلى الله عليه وسلم الآن يعني أقدر الآن تحجي مع الرسول تأخذ أجره طيب يا شيخ أنت جيت الوقت على الواجع ليه أنا ما أقدرش ما عنديش فلوس وما عنديش ما عنديش بسيطة خالص إنوي من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن قول يا رب أنا نية الصادقة أن لو يسر الله لي الأمر لفعلت وابدأ روح وعمل طيب بعض أهلنا المقيمين في الخليج يقول لك والله أنا عند المقدرة بس والله الصفارة ما تعطينا أقول لك روح عند الصفارة وديهم الجواز وخلهم يديك الرفض ولما يديك الرفض بأن تخذت الموافقة من الله على حجة مع رسول الله سلم سبحانه الله هذه هدية طيبة الهدية الأخرى بعد أتصال لأستاذ إبراهيم من الدوحة تفضل لأستاذ إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كاتو الله يبارك فيكم إن شاء الله ويعطيكم العافية الله يحفظك تفضل يا أخي لا يخفى عليكم من أعانها الله حتى يملك نفسها التي بين جنبه فقد بلغها الله مقام الرجال فما حكم الذين يشغلون المؤمنين عن آداء أوامر العبادات نعم مثلا حياة الصحابة رضوان الله عليهم خير من حياة هؤلاء الزنا وبارك الله فيكم شكرا لك سبحانه شكرا جزيلا لك سنجيب على سؤالك لكن بعد الهديات الثانية الهديات الثانية أنا عندي لؤتثة هدايا هدية القرآن لازم أختم القرآن هدية حق عمره دايما لازم أعملها هدية عمره مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية رابعة وبسيطة رمضان كم يوم يا أخ مجاهد يعني 29 أو 30 إيه رأيك نخلي 30 كيف ونخلي 180 ما شاء الله ونخلي 1800 في 30 يوم إزاي قال السلام من فطر صائما ولو على شق طمره كان له مثل أجره يعني أنت تصم يوم تفطر معك يوم يبقى خدت يومين طب لو فطرت معك اتنين يبقى خدت تلتية طب لو فطرت معك ثلاثة يبقى خدت تربعة تية طب لو كفلت أسرة سبع أفراد ولا ستة أفراد يبقى أخدت كم رمضان سبع رمضانات طيب أنت تستطيع أنك تفعل ذلك أفعل ذلك طيب ليه ما تتأخرش أدي حاجة واحد يقول له يا شيخ والله أنا نفسي بس ما عنديش قدرة تسيطة أنا ما تقلقش ما تقلقش كيلو الطمر عندنا في مصر بكام 9 جنيب 10 جنيب 15 جنيه طيب حلو إيه رأيك تجيب كل يوم كيلو بس وتقول لابنك أقعد على المسجد كل اللي داخل الده طمر طمرتين ثلاثة لأن النبي قاله ولو على شق طمر طيب هناك كثير من الجامعات والأشخاص يقوم بعمل شنطة رمضان فيها حاجيات رمضان ويقوم بتوزيحها هل هذا يمثل الأجر مثل الأجر مثل الأجر الهم يكون الفكرة في دماغك يعنيها مش أخلي رمضان رمضان واحد أنا أخلي رمضان خمسة أخلي رمضان ستة أخلي رمضان عشرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسة طيب إبراهيم بيتكلم عن أمر هام لابد أن نتحدث عنه فيما نتعلق أن يعني في رمضان هناك يعني استقبال رمضان من نوع آخر متعلق به المسلسلات والأفلام والبرامج والمقارب وغير ذلك ويتحدث عن أمر متعلق به وليس نفس الأمر يعني كيف نتعامل مع هذا الأمر أيها أنا أسميهم لصوص رمضان أنا أسمي هؤلاء لأن كل شخر كريم في لصوص يريدون أن يسرقوك من الله عز وجل أو يسرقوك من طاعتك للعز وجل يدخلك ببرامج ومسلسلات وأفلام هل هذه المسلسلات أو الأفلام هل هي هادفة هل هي فعلا تزيد من قدرتك الدينية والتعبدية لا والله ده بترجعني وراء طيب الرمود مع مين يا بطل الرمود معك بس حين أف خلص أمورك طيب أعمل إيه أنت لو تتكلمني على الأطفال صحيح أول حاجة جمع أطفالك علشان موضوع هذا إيش رأيك أولادي إن إحنا في رمضان إحنا هنقف عندي خمس قنوات فقط في رمضان قنوات اللي هي بتبث أخبار طيبة بتبث الدين بتبث المعرفة بتبث الصلاح وشاورهم أول حاجة مع أطفالك لازم تجعل أو تربي الطفل الرجل الطفل الرجل يعني إيه جمع أطفالك الأطفال دائما مشغولين بكارتون مشغولين مشغولين اعطل كل واحد فيهم مهمة إحنا عندنا خمس ستة مشاريع يا أولادي أنت يا براء أنا سأكلفك بالمشروع الأولاني يبقى أنت مسؤول مشروع ختم القرآن في البيت ومع كل يوم يا براء أو يا فلان أو يا سيد أو يا محمد مع كل يوم لك أجر يبقى أنت نقلت من الطفل اللاعب للطفل العاقل إلى الطفل الراشد إلى الطفل صاحب المهمة كذلك ينبغي علينا أن نعين أولدنا على الصيام ده الولد بسيط وتعبان اشغله اشغله بلعبة اشغله حتى أقصى مدى بحيث يستشعر رمضان كذلك ينبغي أن تطعم عقله إذ أوقفت طعام بطنك وبعض الصحابة والسلف كان إذا جاء رمضان يلعب مع أولاده يلعب معهم ليه حتى يشغلهم عن الجوع بحيث يأتي إيه يأتي عليه الرمضان أو الفطار ويطرك انطبع جيد لو قلت الأستاذ مجاهد الآن والإخوانا خلف الكاميرا إيه أيام وذكريات رمضان عندك ونت صغير قولي الفنوس صحيح والزينة قولي اربط برضو أشياء هذه من هذه الأشياء في مخيلة ولدك طيب معنا أتصال آخر أستاذ أحمد من السعودية تفضل أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحاولني على الشيخ الله يصدك يتفضل الشيخ معك يا فنون تفضل كيف حقك يا شيخ الله يحفظك وبرك في عمرك يا أخي الكريم نحبك في الله يا أخي أحبك الله الذي أحبتنا فيه وأسأل الله أن يغفر لما نتعلم جزاك الله خير الله يعيننا وإياك على صيام رمضان وأبقى تلك عن صحة الحديث أما يجلس في مصلاة حتى تطلع الشمس قدر رمح يذكر الله ويتلع القرآن هذا الحديث صحيح وأبقى تشرح لي أحاجة بسيطة على أساس أنه نأزم على الناس على الإبادة إن شاء الله أجزاك الله الخير باعك الله نعم مدى صحة الحديث أولا أبشرك على هذه النيا الطيبة أبشرك على أنك قلت في نفسك أني أريد أن أفعل هذا الخير أما الحديث فرواة الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فاستبشر خيرا وتوكل على الله واجعلها في مقامك ولا تترك فجرا إلا في المسجد ولا تترك ضحى إلا في المسجد واعلم أن الكريم إذا أعطى أدهش نعم يعني اللهم افتح لنا فتح فتوح العارفين إن شاء الله بزن الله معنا اتصل آخر لارا من بريس فضل لارا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضرتكم بخير وإلى الله أكبر وتكبل الله مننا ومنكم مننا ومنكم خالح العمال إن شاء الله وكلساكم السببين منه ومنكم كيف بعد رمضان هل ممكن يصوم الأيام اللي فاتت منه اللي فاتت منه مع فدية وكيف حكم الشرح شزاكم الله خير طيب ويكو بشكرة لك سوال لارا من تعذر سيام رمضان لمرض لمدة أسبوع وأسبوعين هل عليه أن يصوم وكفار أم سيام فقط أولا نسأل الله العلي العظيم أن يشفي أختنا وأن يشفي كل أمراض المسلمين آمين آمين الإنسان إذا مرض أو سافر إذا مرض أو سافر يبيح له الشرع أن يفطر فإذا الأخت عافاها الله عز وجل مرضت فلم تستطع إنها تصوم أسبوعين كاملين فلا حرج عليها بعد انقضاء رمضان وعليها خير إن شاء الله تصوم الأسبوعين عادي وربنا إن شاء الله يغفر ولا فدية عليها متى تصح الفدية أو تجب الفدية عليها إذا أتى عليها رمضان الذي بعده ولم تصم الأيام التي عليها يعني طالما هي الآن في هذا الشهر كان الموضوع في الشهر الماضي أسبوعين وما صامت إلى هذا اليوم ودخل عليها رمضان يبقى عليها أن تخرج فدية عن كل يوم وأن تصوم بعد رمضان إن شاء الله تعالى أما إذا كان يتحدث عن رمضان هذا فبعد انقضاء رمضان تصوم هذه الأيام ولا كفارة هذه الأيام متجمعة على راحتها متجمعة مفردة على راحتها معنا نتصل آخر أستاذ أحمد من إيطاليا فضل أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل سيد اسمعي يا أخي الشيخ ساعتك وحد المثال وموجود عذاب المثال الشعب مصر 80 مليون ومئة مليون إذا عملنا توازون سنقل كلمة للشعب ستضر مصر لا تجد سكير ولا أحد يسعى إلى الله نحن قدرين وعننا قدر نقضي على هذه المشاكل ونجد التوازن يجعل المسلم يتمسك بدينه وبمعيشته وهؤلاء المسلمين لا يعرفون كيف كيف يعملون لشعوبهم لشعوبهم حتى ينقضهم من هذا الضمار يا أخي نحن قدرين نقضي على السقر والبطالة ولا ستدور مصر والدول العربية يقولها بصفتها لا تجد فقير نحن سنقدر أن نكون في الدول المتقدمة ولكن مع الأسف لا تجد أدن طاغية ولا أحد يتكلم على هذه الإنجازات كيف كمثل مصر يقول لك الرئيس من مصر أنا أعنديش ما نعطيك هو جبال لا يعرف كيف يقدر أن يحكم الشعب ولا يقدر أن يعطيه معيشته نحن أنت القدرة أن نحكم وصلت فكرة زحمة شكرا جزيلا لك يعني ربما زحمة كما فهمت يعني أنه يتحدث عن فكرة رمضان وأننا نستطيع كأمة عربية تمتلك مقاومات الغنى إن استطعنا أن نستقيم على شرع الله هذا ما فهمت يعني من وبالطبع الأمة الإسلامية لا ينقصها شيء الأمة الإسلامية عندها كل الخيارات وعندها كل المقاومات بل أنا دائما ما أقول وأكرر أن الإمكانات التي عند الصحابة لا تصل إلى عشر معشار الإمكانات الموجودة عندنا الآن لكننا لم نمتلك الإيمان الذي كان في صدور أصحاب رسول الله نعم صلاح نحن عندنا الخير كثير الخير وفير ولو أخرج كل غني زكاة ماله ما وجدنا فقيرا بين المسلمين وهذه دعوة لكل الناس أن يخرج زكواتهم ومصدقاتهم في هذه الأيام الطيبة المباركة طيب موضوع الأطفال يعني من أي سن نبدأ تعويد الأطفال على موضوع الصيام وكيف نعودهم على الصيام من سبح طبعا بعض الأولاد يكون قادر على ذلك لكن إن تجعل المعيار السابع لأن النبس سلم حدده إيه طيب محمد من أنجولة عاد إلينا مرة أخرى تفضل محمد من أنجولة تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وكاته عند سؤال متعالق بقبيت نحن هنا ما بجانبنا للمسجد لصلاة الجماعة في الصبح نعم فهل بمكاننا الصلاة وما ذكره الشيخ الحديث أنت قعدة في مقعدك حتى تطلع الشمس في رمس هل تطلق علينا صلاة الجماعة وهل صلاة ليس بجانبنا مسجد نعم طيب شكرا لك محمد من أنجولة تفضل أو تفضل دكتور يعني لو فهمت سؤال ربما هو كأني فهمت من أخي السائل أنه ذهبت عنه صلاة الجماعة في مسجده الذي وفيه وهو مجموعة من الشباب فهل يجوز لهم أنهم يقيموا الجماعة ويجلسوا في المسجد حتى يطلوا على الشمس ثم بعد قيد رمح يأخذون ويأخذون الأجر طبعا المقصود بصلاة الجماعة الجماعة الأولى في المسجد الجماعة الرئيسية التي يصليها الناس ويعتد عليها إذا رحلت منك هذه الجماعة فقد رحل منك هذا الخير لكن لا حرج عليك يعني ما لا يترك كله لا يدرك كله يعني لا حرج عليك أنك أنت تجلس وترجو الله عز وجل والله أكرم من أن يضيع سائلا أتى إليه ورحل طيب عودة إلى موضوع الأطفال قلت من السن السابع نبدأ تعود الأطفال على موضوع الصيام نعم نبدأ معهم من سن السابع بعض الأبناء يكون عنده القدرة قبل ذلك لا حرج بعض الأبناء ما يكون عنده القدرة أيضا لا حرج ولكن من هذه السن ينبغي أن يفهم نحن الآن داخلنا على شهر رمضان وشهر رمضان شهر يعلمنا فيه الله عز وجل أن نتوقف عن كذا وعن كذا وعن كذا وأن نستثمر فيه الرقابة الذاتية نربيه على الرقابة الذاتية الأطفال ينبغي أن يكون أحد مشاريعك أحد مشاريعك الدعوية في رمضان كيف أستطيع أن أنقل هذا الطفل من الطفل الغافل اللاعب اللي كل مستوى تفكيره وحياته في البليستيشن والإم بي سري والكارتون وهذه الأمور إلى طفل بيتكلم بلغة دين ابدأ بقى أنت عندك خطة اسمها خطة ايه؟ الصحابة الصغار ابدأ هذه القصة ديت وقول له والله مثلا يا فلان ابنك مثلا اسمه محمد يا محمد نعم أنت على الفطور كل يوم خميس ستخبرنا بقصة فإن حادت هذه القصة على إعجابنا جميعا سنعطي لك مبلغ عشرة جنيه خمسة جنيه جنيه أي شيء المهم يكون هدية الولد سيتحفز طيلة الأسبوع أنه يقرأ هذه القصة وبعدين خليك بكي اعطيه فترة كويسة فترة كويسة ليه؟ حتى يستطيع أنه يقرأ ويجمع المعلومات وانت برضو هتساعده اخذ الكتاب ده واخذ الكتاب ده وعمل الكتاب ده ربيه على أنه يتعلم إزاي ينتقل من طفل الله إلى طفل عامل لما يجي بقى الثاني أيضا تكلفه بأمر الثالث تكلفه بأمر انت استطيع بهذه التكاليف البسيطة انك انت تنشئ منه طيب بعض الأطفال لا يحب القراءة ها أتوقف؟ لا ما تتوقفش هو بيحب بسلا موضوع الكرتون هات له كرتون من الأفلام اللي بتحكي فتح القسطنطينية اللي بتحكي غزوات الرسول اللي بتحكي هذه الأمور وابدأ يعرضها له وقول له انت هتشرح لنا على الفطار كذا أو على الصحور كذا وكذا طيب معنا نتصل آخر من فرنسا أستاذ يوسف اتفضل أستاذ يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل عليكم عندي سؤال أنا شخص مريض بالسكر نعم هل يجب الصيام أم لا نعم طيب وصل سؤالك أستاذ يوسف اتفضل عليكم يعني كلام الفقيه خلف كلام الطبيب في الأمراض كلام الطبيب هو المعتمد إن قال لك الطبيب إن الطبيب الثقة المؤتمن طبيب ثقة مؤتمن قال لك إن الصيام هذه الساعات يؤدي إلى الهلكة فلا عليك صيام لا يجد لك أن تصو وما دام هذا المرض لا يرجى برؤه أي لا يرجى الشفاء منه فينبغي عليك أن تخرج عن كل يوم اللي الكفارة ولا حرج عليك إن شاء الله ونسأل الله أن يشفي أخانا وأن يشفي مرضى المسلمين يعني هو يلأبود أن يذهب للطبيب إن قال له أن الصيام يضر نعم وطبيب يكون ثقة مسلم مأمون لا يذهب لأي طبيب ما يذهب إلى طبيب نصراني مثلا ويقول له كذا كذا ليه لا لا يذهب إلى طبيب ثقة مأمون نعم إن قال له أن الصيام يضر ينبغي عليه يعني وجب أن يفتر أعطنا ما هيؤدي به إلى الهلكة والتهلكة يبقى يجب عليه أن يفتر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين يطعم كل يوم مسكين مسكين نعم هل ما ممكن أن في نهاية رمضان يطعم ثلاثين مسكين مثلا يجوز له ذلك يعني لم يتبقى من الوقت إلا قليل ونريد رسائل للأسرة للمرأة للطفل حول رمضان رمضان فرصة قد أتى إليك اليوم رحل إليك زاحفا يريد أن يحمل كل أثقالك ويرحل بها إلى الله ويتركك نظيفا معافا هذه فرصة لك ولك ولكل الأسرة إذا ما استطعت أن تأخذ هذه الفرصة ستربح الخير الكثير لا تقل رمضان طويل فرمضان أسرع مما تتخيل احضر من ثلاثة احضر من لصوص رمضان متمثلين في صديق السؤ متمثل في المسلسلات والبرامج التي تصدك عن الله وتصرفك عنه احضر من اللص الثالث والخطير وهو لص الغرور والكبر والبعد عن الله رقم اثنين احضر من غرور الطاعة لا تقل والله الحمد لله اليوم أنا صليت وصمت والحمد لله أنا عملت لعليه احضر فإن الشيطان قد يأتي إليك من هذا الباب فيهلكك رقم ثلاثة وهذا رقم مهم جدا احضر أن تقول سوفا فإن لغة إبليس في هذا الشهر سوفا احسب رمضان بالدقيقة وكلما مرت عليك دقيقة اعلم أنها لم تأتي فاحزن عليها واستعد للدقيقة التي تليها اعلم أنك في رمضان في مفرخة حسنات حسنات يقف عليها الله عز وجل حسنات قال الله عنها كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به احرص أن يأتي عليك رمضان وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك احرص أن تتعامل مع ليالي رمضان كلها على أنها ليلة قدر كل ليلة ليلة قدر قل مع فطارك هذه ليلة إن شاء الله لقدر اللهم اجعلني من عتقاء هذه الليلة من المعر أمين يا رب وقبل أن نختم هذه الحلقة معنا اتصال أستاذ خالد من السعودية فضل أستاذ خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح النور عليك يا أستاذ خالد فضل كلمتكم يا فضيلة الشيخ في قضاء الأوقات في رمضان لأنه طبعا كما تعرف بالنسبة للمتابعة الأفلام والمسلسلات هذه كما يقال في مصر دأة آديمة لكن الآن انشغلوا الناس ببرامج التواصل الاجتماعي فما أدري هل هي سيان كلمتكم بهذه المناسبة أشكرك أستاذ خالد من السعودية وهذا أمر طيب أحسنت سؤالك في موضعي مواقع التواصل الاجتماعي وتعامل معها والواتساب مواقع التواصل الاجتماعي سلاح زوح الدين أنت تستطيع أن تجعل منه ممبر دعوة وستطيع أن تنقل منه خير للناس وستطيع أن تستقبل منه فيكون ممبر سوء فإن علمت أنه يصدك عن الله على طول إقفل واجعل هذا اليوم هو شهر لله من شهر للتواصل الاجتماعي وإن استطعت أن تنقل هذا المحيط كل الذي معك أنت عندك جربات فيها آلاف الناس ثم الله يا جماعة من أول شهر رمضان نحث أنفسنا على الطاعة لا نذكر لنفسنا إلا خير نتناقل الأحاديث الصحيحة نتناقل القرآن هذا من باب عمل الخير فأنت استطيع أن تحوله من مادة خاملة تأخذك إلى الشيطان إلى مادة جيدة تأخذكم جميعا إلى الرحمن أشكرك دكتور أحمد المحمد شكرا جزيلا لك بهذا تنتهي حلقة اليوم من ساعة الصباح نشكر ضيفنا في الاسودية الدكتور أحمد المحمدي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا ورمضان كريم وندعو الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ويوفقنا العمل الصالح فيه وننوه أننا سنلتقي معكم يوميا خلال شهر رمضان مع ساعة صيام بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة